طموح إيطاليا في التحول إلى منصة قارية لعادة تصدير طاقة الجزائرية بات أولوية لدى حكومة جورجيا ميلوني التي تعاول على الترابط لاقتصاد الوثيق مع الجزائر كمورد تاريخي آمن وموثوق للوقود الأزرق ميلوني الصاعدة حديثا لمنصب رئيسة الوزراء تستنجد بالثقل والوزن الغازي للجزائر في ضمان أمن طاقوي لأوروبا عبر البوابة الإيطالية استراتيجية إيطاليا التي تريدها الحكومة مهيئة أكثر فأكثر لتحويل بلادنا لمركز لإمداد الطاقة يربط جنوب أوروبا بإفريقيا في الموقف الدراماتيكي الذي نحن فيه هناك فرص خفية يجب أن نكون قدرين على اختنامها نحن الإيطاليون جيدون جدا في تحويل الصعوبات إلى فرص أوروما استطاعت تكسر قواعد الهشاشة والضعف الطاقوي التي تعيشه أوروبا متحصنة بمنشآت قاعدية ضخمة لإعادة تميع الغاز الطبيعي التي تصل قدرة معالجتها إلى حدود 50 مليار متر مكعب مدعومة بوردات الغاز الجزائرية التي شهدت زيادة بعشرين بالمئة هذه السنة الحكومة الإيطالية تسير بخطا ثابتا نحو تفعيل مخطة تحويل روما لمركز طاقوي في أوروبا ليتصدر الخيار قائمة الأولويات بعد أن وقعت القرى العجوز في قبضة أزمة طاقة حادة وغير مسبقة جعلت أنظار الأوروبيين تتوجه للقارة الصمراء ترجمة نانسي قنقر